أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم نتوكر على الله النهاردة عندنا بإذلة محاضرة صغيرة وهي عن الكارديوفسكولار سيستيم استكمال لكشر فايف بتاعة الكاردياك سايكل فنتوكر على الله ونبتدأ الكرينيكال أبليكيش كارديوفسكولار سيستيم استكمال لكشر فايف عن الكرينيكال أبليكيشن كاردياك سايكل الحقيقة أولاد أحدنا في الكاردياك سايكل خدنا 8 طائرات الكاردياك سايكل دي مش بناخدها حاجة أكاديمية دي من الثمن حاجات عندنا ستة تطبيقات فالأربعة الكبار اللي هم تلاتة بريشر ونتريكولار بريشر وورتيك بريشر واتريل بريشر مع المناخدها تطبيقات الأربعة الكبار تطبيقات إكلينيكية مفيدة جداً طبعا الاي سي جي تطبيق الكلينيكي مهم الوحد اخدناه في محاضراتي التطبيق السادس هناخده اللي هو الهارت ساونز الهارت ساونز حاجة مهمة جدا في الطب يا ولاد فعندنا من التمانية في ستة تطبيقات يمكن اثنين اللي مش هناخد عليهم تطبيقات اللي هو الكورونالي بلاد فلو اللي عرفنا اهم معلومة عليه انه الميليمال الكورونالي بلاد فلو بيحدث في الايزومتريك كونتركشن فيز او ايزوغليومتريك كونتركشن فيز بينما الماكسيمم كورونالي بلاد فلو بيحدث في الايزومتريك او ايزوغليومتريك ريكسيشن فيز الحاجة التاني اللي مش هناخد عليها تطبيق اللي هي الفالفز تقفل وتفتح امتا ما هدي التطبيق بتاعها والهارت ساونز فاكشولي 6 اوت او 8 تشينجز لهم كلينيكال ابليكيشن فنتركع الله ونبتدئ التطبيق الاول وهو على الرايت اتريال بريشور تشينجز الاول في عجالة كده احبوا ريلكو نرجع تاني ندرس الرايت اتريال بريشور تشينجز كنا خدناهم فاكر كان فيه عندنا ثري بوزيتيب ويفز بدل ما تقول ااسف معرفش تقول ااسف اعرف اي سي في لو كنتوا فاكرانهم وثري نيجاتيب ويفز اكس و اكس داش و واي فتعالوا نبصوا عليها الاول على الرسمة بتاعتنا الحقيقية اهي قلنا لو في عجالة كده ان الاول بوزيتيب ويفز سموها اي عشان البرشور يزيد في الايتريا بسبب الايتريال سيستون فالبرشور يزيد في الايتريا بعد كده الايتريا يفضي في الفنتريكل فالبرشور يقل طيب اما السي ليه سموها سي اولاد عشان سبها الكاسفس الكاسفس اللي هما الليفليتس الوريقات بتاعت الواف انه لما الفنتريل بينقبض في الايزومتريك كونتراكشن فيس فاللي بيحصل كالاتي تخيل في الايزومتريك كونتراكشن فيس الفنتريل بينقبض فالبرشور في الفنتريل في هذه الحالة بيزيد بيوصل الثمانين فالكاسفس تعلي في الايتريا فما تعلي الكاسفس يحصل بلج الكاسفس البرشور يزيد بعد كده في الماكسوم ايجيكشن قلنا الفنتريل بيقصر البابيلاري مصر بتقصر بتشد الكورنة تندينية تحت بتجيب الكاسفس لتحت فالبرشور بيقل ايزيم بيبقى مش بيقل تزيره ونالي مهمة جدا بيبقى ناجاتف بعد كده قلنا الاكيوميليشن في الايتريا الاكيوميليشن في الايتريا بيعمل ال V يبقى V يبقى V for venus retard يبقى تاني ياولاد A for atrial contraction دي اول مرة زاد فيها البرشور في الايتريا A for atrial contraction تاني حاجة C for cusps ان حصل بلج الكاسفس في الايتريا في أثناء الايزومتريك كونتراكشن فيز و بعدين V for accumulation of venus retard for atrial لما بعد كده البرشور بيخدهم في maximum feeling and use feeling بيبقى عندنا ال Y فده هو التغيرات برضو لاحظنا حاجة لطيفة انه قلنا انه في العموم البرشور في الايتريا اقل من V يعني الكيرب الاحمر اهو في الايتريا ده تحت اقل من البرشور في الفنتك انه هو الكيرب الاسود الكبير ده اللي هو الجبلين وادي تاني ملحوظة لاحظنا انه مهمة جدا ان الاتريا البرشور اللي هو مفروض اقل بكتير من V بيبقى اعلى بيبقى اعلى من V في ثلاثة فيزيس قلنا عاوزين نحبهم فاكرهم اهم هاجبهم لك على الصورة اللي هو سبعة وتمانية واحد ليه؟ لان في الحالة ده ينتقل البلوب من الاتريا للفانتكلز يبقى لازم البرشور في الاتريا يبقى اعلى من الفانتكلز فالخط الاحمر بيتخطى الخط الاسود بتاع الفانتكلز في ثلاثة فيزيس فقط للأوائل سبعة تمانية واحد اللي قلنا عاوزين نحبهم قلت في سبعة وتمانية اللي هو الماكسيموم فيلنج الفانتكلز بنفسه بيسحب سبعين في المئة الريمانينج ثيرتي برسنت اللي فاضلين دول بيدخهم الاتريا في فترة الاتريا في فانتكلز بنفسه انما ده يضخ عندنا عشرين الى ثلاثين في المئة عشان كده المهم فانكشن الاتريا ليس لبقى بلود انما بلود رزرووري طيب ده كان فيه عجالة قلنا مع بعض خط الكيرف المنحنة بتاعها اهو ده اول تطبيق الريت اتر طيب يعني واحد يقول لي ازاي هندخل نقيس البرشور في الريت اتر اولا ممكن نقيسه طريقة سهلة قوي انه بندخل في أثناء العمليات الجراحية في الريت اتر بتدخل تيوب هنا والتيوب ده بتستقر في الريت اتر وحتى بالحالة ده الريت اتر هو السنتر بتاع كل الريت اتر فبنسميه خليها في ودنك هنرجع لها بعد كذا محاضرة يسموها السنتر الريت اتر يعني الريت اتر ده ليه تعبير تاني انسان الوقت هناخده الريت اتر وهو السنتر اللي بيصب فيها كل الريت اتر فالريت اتر يسموه السنتر الريت اتر ففي أثناء الجراحات بندخل كاثتر في الجاغلر في السوبيرو بيناكيبا تستقر تحت في الريت اتر ونقيس الريت اتر حتى بنبقى الكاثتر ده بنوقفها عند جنكشن سوبيرو بيناكيبا في الريت اتر انسى الموضوع ده الوقت نريد تطبيق اتلينيكي سهل الوقت حضرك بشاندخل كاثتر انت هتنيم العيان في زاوية خمسة واربعين كده وبعدين يقود راسه الناحياتي وبتبص انت على الجاغلر فيه فالجاغلر فين بيعكس التغيرات في الريت اتر ليه بص معايا لا يوجد اي فالف بيفصل السوبيرو بنكابة او الانفيرو بنكابة عن الريت اتر لا يوجد اي فالف لا في السوبيرو ولا في الانفيرو خلينا في السوبيرو يبقى السوبيرو بنكابة شكله كأنه عامل زي المانومتر بتاع الريت اتر سوبيرو بنكابة شكله وطبعا فوق سوبيرو بنكابة في الجاغلر فين في الريت اتر البرشير اللي هو بيقى اي و سي و في ويف بيؤدي الى نفس التلاتة ويفز دول في الجاغلر فين فيسموها جاغلر فين فينس بلس يعني بمعنى اخر لو زاد البرشير في الريت اتر هنا او هايزيد في الجاغلر فين اللي هيقلي فلو بصيت على النك بتاع المريض بس طبعا ما ببانش بوضوح لأن الشخص الهلثي لا يمتلق غير لمسافة أسارة جيدة. لكن نفرض في شخص ديزيز عنده زائد. سترى أن الجاجولر فين يعمل نفس التلاث نبضات. يتموك ثلاث مرات ويلعب ثلاث مرات A وC وV. قلنا A سببها إترال سيستول. السي الكاسب بولجين. الفينيس إترال أكيوميليشن. وبعد أما النيجاتيف بارت بنسميها X و X داش و Y. هل يمكن التسجيل الرايت إترال تغيب الاتجابة في الناس؟ نعم. فين؟ عن طريق الجاجولر فين. الجاجولر فين أكيوميليشن. كأنه منومتر بتاع الرايت إترال. لو الاتجابة زاد هنا، سيزيد هنا. قل هنا، سيقل هنا. يبقى هذا تموك بلعب ثلاث مرات ACV. في بعض الجامعات وفي البعض الاخر لا في بعض الجامعات مكتوب عندهم الكلينيكال امبورتنس البعض الاخر ما عندهمش اللي عندهم لكن التطبيقات جميلة احنا قلنا ماذا سبب الـ A wave يا ولاد اترال ستول الضغط يزيد في الـ A wave و الانقابل اذا العيال اللي عنده اترال فيبرلشن يعني الـ A wave يتوقف على انقباض الاترال بيرتعش بس مافيش انقباض يبقى تتوقع انه ويف تبقى مش موجودة الـ A wave هذه التطبيق الكلينيكي لو الـ A wave ما بيعملش ستول وفي حالة اترال فيبرلشن واحد من اشهر الامراض في الطرق اسمه A F ثاني تطبيق حاجة اسمها كانون اي ويف كانون يعني زيال مدفع تبقى قوية جدا امتى دي تحصل مفروض الاترا ينقبل وراء الفنتكل اترا ينقبل وراء الفنتكل ما ينقبلوش مع بعض ابل لكن لو حصل اتروفنتريكولار ديستوشياشن يعني الاترا ينقبل لوحده والفنتكل لوحده ودي بتحصل امتى لو البندل اللي بيوصل الكهرباء من الاترا للفنتكل اللي هو الاتروفنتريكولار بندل اتقطع يبقى الاترا شغال في وادن بالاس انون والفنتكل قلنا مش هيوقف فاكر لو الاتروفنتريكولار بندل هو الكابل الوحيد اللي جاي بالكهرباء من الاترا للفنتكل اتقطع وقلنا اتقطع يعني اتأثر البلوت سافلاي بتاعه وما فيش سكينة هتقطع يبقى الاترا الوحده شغال الاس انون والفنتكل مش هيوقف هيشتغل بحاجه اسمها ايديوبنتريكولاريزم ده يسموه لما يحصل كومبليت كات يسموها ثيرد هارت بلاك هناخدها ثيرد ديجري هارت بلاك في الحالة دي ممكن يحصل مصادفة ان ينقبل الاترا والفنتكل في آن واحد خلاص؟ فلما الاترا ينقبل في مواجهة الفنتكل هيضطر ينقبل فورسه بيجامل جدا فتلاقي الاويف بالعكس قوية جدا يبقى لو الاترا ما انقبطش خالص زي في الاترا فايبروليشن يبقى ابسنت اي ويف طيب لو الاترا حصل كومبليت ديستوشياشن ما بين الاترا والفنتكل وهذا يحدث في حالتين مشهورين في الثيرد ديجري هارت بلاك مفيش كهرباء جاي من الاترا والفنتكل ده شغال في وادن وده في وادة اخر فممكن ينقبل قصوب بعض فيضطر الاترا ينقبل بقوة او لو في حالة فيه اكتوبريك فوكس في الفنتكل عاملة بنتريكولار تاكيكارد يبقى بتشغل الفنتكل في وقت ما روش علاقة بالاترا يبقى عندنا في هذه الحالة كانون كانون اي ويف طبيق ثاني جميل وفي نفسه رأي سؤال امس كيو الاتريا ال اي ويف سببها ايه اترا السيستوري يبقى بتعكس الاترا التركشن او الاترا الاكتبيدي ده سؤال امس كيو اخد بالك منو اما السي ويف سببها ايه سببها البالجوف كاسبس الكاسببالج فبتعلي البرشوف ايه؟ طب ده بيحوز بسبب ايه؟ بسبب الايزومتري كونتراكشن كونتراكشن تا الفنتريكونار يبقى اذا السي ويف بتعكس الاترا الاكتبيدي السؤال امس كيو مهم جدا بينما السي ويف تعكس البلج يحدث في ايزومتر الاكتيفيتي يعني الـ A يمثل الإيترى الأكتيفيتي والـ C بتمثل الـ VENTRICULAR AC يبقى الـ AC انتربال تمثل الـ PR انتربال في الـ ECG وفي الحالة دي ممكن الحالك تروح راسس معلومات الـ PR interval إمتا تطول إمتا تقصر نورمالي قد إيه تجيبها من الـ ECG كان هذا هو التطبيق الأول أولاده اللي هو الـ Right Atrial Pressure أو هنشوفه في الجابلر فين في العينين اللي عندهم الـ Pressure بيبقى عالي هنقولهم في مرحلة لاحقة زي بتوع الـ Right Sided Heart Failure هنشوف نفس التلف موجات الـ A والـ C والـ V A for Atrial Contraction وتعكس الـ Atrial Activity C for Cusps Bulging وتعكس الـ Ventricular Activity V for Venous Retired Accumulation طب وإيه التطبيق الإكلينيكي؟ الـ A عليها تطبيقين؟ إن الـ A سببها الـ Atrial Contraction يبقى لما يوجد الـ Atrial Contraction مثل الـ Atrial Fibrillation لا يوجد الـ Atrial Contraction لو الـ Atrial ينقبض بعنف لأنه ينقبض قصاد الـ Ventricle الكبير وده يحدث إمتى؟ لو فيه انفصال ما بين الـ Atrial Contraction Atrial Contraction وهذا يحدث لو فيه هارت بلوك مفيش كهرباء جايب الـ Atrial Contraction كل في وادن سموها ثلاث ديجري هارت بلوك أو لو فيه اكتوبك فوكس بتشغل الـ Ventricle في وادي ثاني غير الـ S أنود في الحالة دي هنلاقي الـ Canon يعني مدفع Canon A-Wave أما قلنا الـ A تطبيق الـ Atrial Contraction والـ C تطبيق الـ Ventricular Contraction يبقى إذا الـ AC Interval تمثل الـ PR Interval كان هذا هو التطبيق الأول ننتقل للتطبيق الثاني وهو الـ Aortic Pressure Changes ونقوله فيه عجالة نذكرها ده خد بالك الـ Atrial Pressure Changes بيبقى واطفة بيبقى تحت هنا في الكارب إنما الـ Aortic Pressure Changes يبقى فوق خالص كنا قسمناه لو كان عندك ذاكرة كويسة إلى قسمين في الثمانية فيه فيز واحد بس بيزيد في الـ Pressure في الأورطة فاسمه Ascending يعني صاعد ونبني فيما عدا هذا الفيز في السبعة فيزز البقية الـ Pressure في الأورطة في العموم ينطس بالشكل وقلنا طبعا لازم تراعي إن النقطة دي تتطابق مع دي لأنها سايكلة بالمسطرة وانت بترسل قلنا لو فكرت مين الفيز الوحيد اللي يصلح إن يزيد فيه الأورطic Pressure واسمه فتحه Maximum ejection لأن كمية الدم اللي بتبقى ejected في الأورطة أكتر من اللي تخرج بالأورطة فعشكها الـ Pressure بيزيد في الأورطة يبقى في الـ Maximum ejection فيز فيز رقم ثلاثة ده الوحيد اللي هو Ascending or Necrotic وقلنا فيه نقطة للأواعي لأولاد طب أرسم الـ Pressure أعلى ولا أقل من الـ Pressure في الـ Ventricle فكر simple physics الدم from ventricle إلى أورطة يبقى لازم الـ Pressure في الـ Ventricle الأسود يعلو الـ Pressure في الأورطة الأحضر طب فيما عدا ذلك الـ Pressure بيقل في الأورطة ونسمي ده Descending or Categorotic طب للأوائل ده بنقسم لأربعة في الأول يقل وفي الأخر يقل أدي اثنين لماذا في الأول يقل؟ لأن بعد الـ Maximum ejection يأتي الـ Reduced ejection كمية الدم التي تدخل أورطة من اسمها Reduced وليلا في الـ Maximum ذات طب في الأخر يقل لي لأن الـ Blood is leaving the أورطة to the peripheral vessel leaving the أورطة وفي الأول يقل وفي الأخر يقل وفي الأخر يقل يأتي الـ ديكروتيك ديكروتيك يعني 2 نوتش وويف ديكروتيك نوتش وديكروتيك وويف لا ينغلق بنهاية السيستول وهو الخطين ده وهو ما يبدو منطقي بعد السيستول بعد مالفينتك العمل سيستول انقباض وضحك الدم في الأورطة في الأورطة في الأورطة عشان كده رأس السبعة للأوائل الذي يرسمها عند نهاية الـ الـ ما هي سبب الـ الارتفاع الطفيف قلنا أن حصل أوه أوه رأس في الأورطة قد نظام يبقى باونسنج يعني ترتدي ثاني باونسنج 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 بسبب الالاستيك فدي سبب الزيادة في البرشير وقلنا الزيادة دي جات في توقيت مهم جدا جات في توقيت الدانيول عشان تزاود البلاط في الكوروناري بيسلز لان الكوروناري في أثناء استيستول كاف مقفولة لان الفينتك القافل عليه يعتطور جوعا عوجة بلاط فعشكيا ربنا عمل الارتفاع ده اللي هو الدياكراتيك ويف او نسميها في الجامعات في الخارج وينكيس الأفاكت بتزاود الكوروناري بلو طيب في نقطة برضو طالب لحيزها قالي انت قلت لنا هنا ان البرشير في الأورطة أقل من البرشير في الفينتك في الريديوز ايجيكشن بقى في الأول هنا مبتدى إلي ليه البرشير في الأورطة تخطى الفينتك لول أحمر أعلى بلول أسو سهلة جدا يوليت لانه بسبب ظاهرة اسمها مومنتم يعني حركة مكتسبة ان البلاط في الأورطة بعد الماكسيب ايجيكشن اندفع بسرعة عالية جدا تخطى الفينتك القافل عارف زي بزبطة ما اقول ايه انت راكب في مركبة حافلة مثلا عربية وفجأة فارملت انت اخد حركة مكتسبة انت تستمر في اندفاعك للأمان تخلنك واقف كده في اوتوبيس والاوتوبيس فارمل فجأة وانت بيش مازك في حاجة تلاقي روحك بتيجن قدام هو ده الحركة المكتسبة يبقى ده الاوائل برضو هنا البريشار في الاورطة اقل من الفينتك الليل ان الدم جاي من الفينتك رايح الاورطة دي تفسيرها سهل طب ليه البريشار في فيز اربعة تخطى بسبب 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 المومنتم يبقى ده الاورطة في عجالة تانية يبقى بنقسم الى قسمين ان يدفع اصبر او اناوروشار في قسم اصبر او اناوروشار في قسم اصبر اصبر او اناوروشار في قسمتها ويقومه ينجد تحديد عائلة وعادة هذا ال 21 بيبقى يقوم المصيحة رغم المهلمات يدخل العائلة وعندما يدخل العائلة الحاء يقومه يجب حاجة العائلة نحن بفضل ال race يقوم مبينهم اتنين دايقرة نوتش ووايف النوتش يسميه اسم آخر إنسيزيوره دايقرة نوتش احفاظها في الأمسكيو أو إنسيزيوره دي سببها سعدين كروشور أورتيكورف يعني بعد أن حصل المكسل البيجمال على إخراسة جيدة فالبرشورينا نهار ف pleasamentى فبعونا نعمل العزيزية يتوقف التابع في الأورتة جيدة يبحث باقي ربشور الأورتتي وفي السبب هذه السببه والاقيقرة نتحدث مهما نهاية السستول كما يبدو منطقة وانما بنهاية البروتو ديستوريك فيز حصل ماكسموم إيجيكشن وريدوز إيجيكشن الإلاستيك إليمنتس في الأورتة الشدد اتقفى الأورتك فالف فيحصلها لي قاعد فيحصل باكورز باونسيج بسبب الإلاستيك في كل أورتك ده يعمل ديكروتك ويف زيادة في الأورتك بريشر طفيفة تزوق الدم في كوروناريز لما قلنا أول برانش من الأورتة طبق السم بيدوقه أول برانش الهارت بدي نفسه الأول أول برانش الكراني وكان مقفولة في أثناء السستود ففي أثناء الدياستود تاخد لها دافعة كويسة بسبب الدياكروتك ويف اللي هو سمناها ويند كيس الإفاكت يا أولاد طيب مراجعة لطيفة هاي يعني غير إنها تطبيق كلينيكي فيها مراجعة لطيفة تعال نشوف بقى القصة بتاعتها خب بالك بقى دي أسئلة مهمة جدا تجربة نحن بقى دافعة مراجعة تاعتها وفي ذلك تجربة جدا تجربة جدا تجربة جدا او دافعة من الاخر تجربة جدا أقلت جدا كما يأخذ نحن ندخل التغيرات في نكبار نفس الفكرة التغيرات في الأورته نرى كيف هي التغيرات نسجلها في الكروتة تقوم بتصميم الطيروات والسجيل الخائرية بالسجيل الخامس وتقوم بسجيل الطيروات والسجيل في الهان نسبة二 سجيل الطيروات والسجيل بالقس أعلى قمة الجبل بيمثل السيستوليك السيستوليك ديبقى كلمتين ما تقولش السيستوليك بريشر هو البرشور ديوريك سيستول لا ده ماكسوم بريشر ديوريك سيستول هو مية عشرين في الشخص طبيعي طب قاعدة الجبل قاعدة الجبل هنا ده أقل بريشر ده هو تمانين يبقى ده يمثل ده سيستوليك بريشر كلها تتسئله في الشافوي أو تسئله في العمل سيكون لك ارس من رسمة و اشرح ايه اللي فوق ده ده تقولله السيستول ده السيستوليك أردين تعريف ده طب إيه تعريف السيستوليك بريشر؟ مينمال بريشر دورين ديستول يبقى ده الماكسوم بريشر دورين سيستول وده الميلمال بريشر دورين ديستول طب ارتفاع الجبل يسمون الفرق بين السيستوليك والدياستوليك سيستوليك منس داستوليك يسمون بالسيستوليك ليه بقى سمو بالسيستوليك افهم دي نقطة مهمة جدا برضو هقولها هنجيلها بعدين مش مفروضة اشرحها دلوقتي حضرتك لما بتحط ايدك على البلس انت لا تحس اندفاع الدم في الأورت خالص في ناس فكرة انا بحط ايدي على البلس احس البلس انا حس الدم لا نقولنا الضغط بيوصل اعلى قيمة ليه السيستوليك بريشيو واقل قيمة بتبقى السيستوليك تمانين فارتفاع الضغط وانتفاضه بيهز الاورتك وول بيعمل اهتزاز في الاورتك وول هذا الاهتزاز بيبقى بروباجيتد في كل الولز فتحسه بارترس فتحسه بصوري ببالس واحد يقولي شباه قالي تشبيه تقولي ذاتك انا مثبت حبل عند حضرتك ومسك طرف الحبل هنا لما اهز الحبل هنا لك انت تخيل الحبل هيتموى بالاخر يبقى اهتزاز الاورتة بيؤدي الى موجة في الول اهو ذاك اني مسك ده الول اليمين والول الشمال وبهز الاورتة فبيحصل موجة تمشي اللي انت بتحسه اللي انه البالس يبقى ما هو البالس يا أولاد؟ هو عبارة عن ويف اندوول ويف اندوول طب السؤال هو اللي خله يحصل ويف في الاورتة اللي خله الاورتة يتهز ان في فرق في الضغط ما بين الستوريك و الستوريك لو كان مينة عشر على طول ما كانتش يتهز تمانين على طول ما كانتش يتهز ويقع مينة عشر تمانين مينة عشر تمانين فبيعمل اهتزاز في الاورتة هذا الهتزاز بيقى موجة دولة عشان كده سموا الفرق بالسيستونيك والديستونيك بلس بريشر اي المتسبب في البالس بلس بريشر هنقولها تاني بإذن الله في اوانيها لما يجي ناخد البالس بس تبقى عندك فكرة من دلوقت يبقى تلات اسئلة هنا ناختار مهمين جدا يسألك قمة الجبل تقول له ده يمثل سيستوليك بريشر في الشخص طبيعي مينة عشرين طب التعريف كلمتين ده ماكسموم دورينج سيستوليك طب قاع الجبل أو قاعدة الجبل ده ديستوليك بريشر ده مينيمال دورينج ديستوليك تمانين طب ارتفاع الجبل هو الفرق الديستوليك والديستوليك الوضع يهز الاورتة قلنا لو كان ضغط مية وعشرين عطول كان بقى كده عطول تمانين عطول كان كده عطول لكن لو مية عشرين تمانين فالعورتة بيتهز والاهتزاز ده زي الحبلين كده بيمشي في كل الول وانت بتحسه يبقى حضرك البالس بتحس ايه يفتح ودنك معي مية عطول مية عطول في الول انت بتحسش البلد مية عطول في الول شوف اللي عنده زاكرة سرعتها سبع متر في الثاني سبع متر الرقم اللي كرمه دخاله بعدما سرعت البلد نص متر مية عطول سببها ان الهورتة بيتهزز سببها ان فيه فرق من ستون والديستون فسميه هذا الفرق مية عطول مية عطول مية عطول وفهمت حاجة ضمنا في الكلام انه كل ما زاد هذا الفرق يبقى مية عطول كل ما يقل الفرق يبقى مية عطول تمامي هؤلاء طبعا هيسألك السؤالين المشهورين ايه ده و ايه ده و كل واحد بيحدث فيه الدياكروتيك نوتش هتقوله سادين كلوجا و اوورتك فالف هيسألك بتحدث امتى اهم معلومة في السيكل ان الاورتك فالف لا ينغلق بنهاية السستول وهو ما يبدو منطقي وانما بنهاية البروتو داستوليك فيز فيز رقم خمسة هيسألك ايه ده سببها ايه باكوردس باونسن بسبب الاستيك ريكول باكوردس باونسن يعني البلادر تد تاني الورها فعلا البرشاة في الاورتك بسبب الاورتك حصلها الاستيك ريكال و دي بتعمل حاجه بالاوائل و بقولها للزمراء الأصغر سن اسمها هون كاسل افكت عشكده اعلى الكوروناي بلاط في الهو بيبقى في الفيز رقم ستة اللي هو ايزومتريك ريكسيشن فيز طبعا ايه الكرينيكا الابليكيشن او امبورتنس في بعض الجامعات عندنا في البعض الاخر مش موجود اولاد يعني اللي عنده يدرسها اللي ما عندهش ما يدرسهاش ينساه هولا هناخد مثالين اوورتك ستينوسيز يعني ضيق في سمام الاورتة وا اوورتك ريجارش ارتجاع في سمام الاورتة انا عزك تلقى متخيل لو الاورتة داية يبقى خروج الدم الاورتة داية كده وبعد الفينتك يدخ الدم في حاجة داية يبقى الدم هيطلع بصعوبة يبقى الاسندينج ليما هيبقى ما هيديو هالكده يسمونه بلاتو بلس وطبعا مش هيوصل القيمة الطبيعية في السيستوليز انه دياء في عمر ما البرشير من ناحية التانية ما هيعلن للمعشرين يبقى في الاورتك ستينوسيز دا شكل البلس لما نسجله كده اتزاه من الشخص يبقى بلاتو بلس واخد بالك سيستوليك ما يوصلش القيمة الطبيعية نيجي بقى الاورتك ريجارش يعني ارتجاع في سمام الاورتة ستينوسيز يعني ضيق ارتجاع يعني ارتجاع او انكمبيتنس يسمونه تعالوا نرى انظروا انظروا في الراسل اللي بيحصل انه مفروض ان الدم كله يمشي للبريفور الباسل لما يبقى في ارتجاع في الفاسل فيه جزء منه يرتجع العاطة فده يؤدي الى انهيار في الدياستوليز ان في الاسناء الدياستولي الدم عنده فرصة واحدة بس يمشي لقدامه فجعلة الارتجاع عنده فرصة يمشي لقدامه ويرجع للبنتج ففجأة ضغطه في الدياستولي ينهار فبيحصل اللي بيبيحصل دمي الجديد باللون الأحمر. يصبح كمية التي ستضخها الأورطة في الدفع الجديد تبقى إيه بها؟ الذي سيكونه نورمالي مع المرتجعة. فهيضخ كمية رهيبة. فعش كده الاسسندينج ليمب هيبقى برضو صدن والسستوليك بريشور اتا هاير بريشور. يبقى الاسسندينج صدن والسستوليك بريشور اتا هاير بريشور. هنا الاسسندينج هيبقى صدن والسستوليك بريشور. لان الأورطة مدخش الكمية الطبيعية بريشور. لان الأورطة مدخش الكمية الطبيعية بريشور. فالبريشور ارتفع لقيمة اكتر وبسرعة اكتر. طب ماذا رأيك بقى في الحالة دي؟ السستوليك اهو عالي. والدستوليك وطي. يبقى الفارق ما بينهم من هو البلس بريشور. يبقى ايه؟ يبقى عالي جدا. لدرجة ان حضرتك في هذه الحالة. لما تمسك يعني انا عشان احس البلس بحط ايدي كده على البلس. في الحالة ايام ما امسك ايدي العين مجرد امسك ايدي العين كده. احس البلس بيطرقع تحت ايدي. خلاص. يسموها الووتر هامر بلس. ووتر هامر بلس. انا افتكر هقولها في مزاح ان مرة احد الزملاء تسأل ايه الووتر هامر بلس. يعني في حاجة في الدنيا ده القصد من القصة. اسمها ما اعرفش يعني. يعني من قال لا اعلم فقد افتر. في حاجة اسمها في الدنيا ما اعرفش. مفروض نعرف كل حاجة. هو بقى ازاي ما اعرفش. قالك ووتر هامر مطرقه في مية. يبقى ما نضرب حصوة في مية فتعمل دواير ودواير توسع وتوسع. يبقى ما نضرب حصوة في مية فتعمل دواير ودواير توسع وتوسع. انا اقول لك ايه قصة الووتر هامر. ايه توي في كتوريان تويف. كانت حتى موجودة عند الجريك وعند الرومانيين. زي شكلها زي بالزبط. العارف سعر رملية. يعني زي نفس الشكل. بس نصها في مية ونصها الثاني في فراغ. الشكل زي السعر رملية. لعمل الاطفال. هنا فيها مية وهنا فيه فراغ. فلما الطفل يقلب اللعبة دي. الفراغ يشد المية بقوة. فيحس ترقاعة تحت اينه. يعني يقلبها يمين. ويقلبها تاني شمال. يقلب فيها حس ترقاعة تحت اينه. ده لعبة الووتر هامر بلس. فانت لما بتحط ايدك. على مجرد تمسك ايد العيائة. انت متحسش بلس. من كتر قوة البلس من السطوليك عالي. ده الفرق بينهم. هو السطوليك عالي و ده سطوليك وط. قوي جدا. مجرد انك انت تمسك ايد العيائة. انت متقس بلس. تحس ان فيه ترقاعة تحت ايدك. كأنك بتلعب بلعبة الووتر هامر. فسموها ووتر هامر بلس. ووتر هامر بلس. موجودة في الاورتك ريجيرشتيشن. وموجودة في البيتان داكتاس ارتريوزيس. الظاهرة دي بس الاورتك ريجيرشتيشن هو الأشر. ده ازاي بنشخص. من الكيرف بنشخص لعين عنده. التطبيق الكلينيكي. ان عنده. الاسندنج ليم صدن. وهي ستوليك بريش. الاسندنج ليم صدن. ولو دي ستوليك بريش. والدياكروتيك بريش. معناه نتأخر اورتك بول في اغلاقه. طب والأهم بقى. الفارق الاندعي يدوتي. يبقى الفارق ما بينهم. الستوليك اليو والدياستوليك. انخفض. يبقى فيها زيل حالة اهو. ده زاد وده انخفض. يبقى الفارق ما بينهم يزيد. يؤدي لظاهرة الوتر هامر بلس. وقلت لك ان دي توي. انفنتت بالجريك. كانت في العصر حتى يسموها فيكتوريا توي. زي بالزبط الساعة الرملية. بس زياف شاك. انما يبقى حاجة تانية خاصة فيش رمضة. في مياه وفي فيكيوم. يقلبها يبقى تطرعه. لان الفراغ يسحب المياه بقوة. يقلبها شمال انسون. في الارتكريك. في ناس عندها الابليكيشن. هذا كان الابليكيشن الثانية. نأتي الابليكيشن الثالث. الابليكيشن الثالث. وهو الهارد ساونز. الهارد ساونز. الهارد ساونز. نسمعه بالسماعة. اللي اسمها استيثوسكوب. وقلت استيثوسكوب. ليس معناها سماعة. سكوب يعني منظار. ستيثو يعني صدر. لان زمان كان السماعة يستخدموها. في طوع السدر بس يسمع أصوات النفس. عشكها اسمها ستيثوسكوب. منظار الصد. تسمع صوتين بس من الأربع أصوات. الفرس والسكت. لا تسمع الشيء الثالث والفرس. أو يمكن أن يسجلها. يسجل أصوات كاربي. ليس سنسمع. يسمع الجهاز ماذا يا أولاد؟ فونو يعني صوت. كارديو يعني قلب. رسام أصوات القلب. لا يستخدم فونو كارديو. معظم الناس تسمع الصوت. من الأشهر. الفرس والسكت. قرنتهم في جدول. تاريخي. لن ينسى. وهذه الطريقة سهلة جدا. الأول نتفق يا أولاد. أو اتفقنا. في المحاضرة الكارديو. أي يوم أكثر إزعاجا. تسمعوا. صوت فتح الباب. أم صوت غلق الباب. طرنصوت الغلق. أنا حتى قلت. ما بيجي لنا زائر. ما تنبهش هم بيفتح الباب. أنا أخب باي. الباب تقفل. فهذه أهم معلومة. في الفرس والسكند هارت ساونس. أن الفرس والسكند هارت ساونس. أن الفرس والسكند هارت ساونس سببهم. صوت غلق الباب. هذه أهم معلومة. ما عليها معظم النمرة. ما هي أهم معلومة. أنا عندي نوعان من الفرس. هناك أترو ونطريكولر. وفيه سيمي اليونر. شبه قمري. سيمي يعني شبه وليونر يعني قمر. فقلنا اليونر مانف. فأقلتها بطريقة لا تنسى. أن السكند هارت ساونس. واحد أعرفت الثاني بالإكسي كلوجيا. أن السكند هارت ساونس سببه. صوت غلق الباب. لكني نعمل الفرس. صوت غلق الباب. معايا. صوت غلق الباب. ثانيا معلومة. أن السكند هارت ساونس. أننا قلنا أن غلاق الاورتك فيولف مفروض يحدث. هو طبعا ميش بنهاية السيستولي بالضبط هو بنهاية البروتو ديستوليك إنما مجازا على أساس البروتو ديستوليك سؤاله يبقى بيحدث سيستوليك اند ادي ثاني اس طب ثالث اند الاورتك فالفو والبلمونري فالفو موجودين فوق الهارت ركبين كده يعني ادي الهارت هو واني طالع منه الاورتة والبلمونري فانا بحط السماعة فوق في الساكند انتركوستال سبيس هنشوف بالضبط فين بس قلت معلومة بقى مليون جنيه ان الاورت والبلمونري يبصي لهم عاملين كده يعني اللي طالع الشمال هي اللي فيها الساعة راح يمين واللي طالع يمين راح الشمال فالاورتة مفروض طالع من ومع ذلك بيتسمع بيتسمع في الساكند رايت انما البلمونري يطالع من الرايت بيتسمع في الساكند رايت دي اهم معلومة يبقى هما في الساكن بس ده ساكند رايت وده ساكند رايت لو انت عاوز تبقى اكثر دقة فهم في الساكند سبيسيز قلناها هو هقولها لك بيتسمع فين لان في واحد فيهم الاورتك اهي بص اهم حاجة الاورتك ياولاب بتبقى في الساكند رايت اهي مكتوب اصالك او الاورتك ساكند رايت انما البلمونري ساكند رايت من بعيدا الورتك ساكند رايت انما البلمونري ساكند رايت قليلاية قلنا عند اتصال الريب بالستيرنان التانية عند الساكن سبيس باراستيرنان اللازع في الاستيرنان الساكن هارت ساوند قلنا بيبقى شورت ادي رابع اس لانه بياخد فيز واحده بس انه الايزووليومتريك ريلاكسيشان فيز فمدته مش مهم الامدة دي اتناشا مائم الساكن مواما بيبقى شورت لانج طويل واحده احفظ لك بطريقة طويلة اللي كامل هنا الجدول هو لو بيتش تردد قليل لانج بياخد خمس واشرم مائة من الساكن انه بياخد فيز واحده من هنا ايزوانتريك ريكسيشان هنا ايزووليومتريك كونتراكشان ووراهه رابي جيكشن يبقى هنا ايزووليومتريك ريكسيشان هنا ايزونيتريك كونتراكشن ورابي جيكشن اشكيله اطور اللي لونج هو اللي لو بيتش يعني تردد قليل 30 هيرتز هنبع نتكلم عليها في سنة تانية الهيرتز ده بإذن الله ويتسمع دورد لاب لأنهم اللي يتسمعهم لاب دب لاب اللي سميلي بتاعها بل بي إنما دب بيتكتب في الكتب بطريقتين يابي بي يابي بي اللي اتنين صح لاب دب واحد تخانب يسمع لاب دب طب انت قلت ده لونج ولو بيتش ولاب ارجع الناحية التانية بقى ده شورد يبقى ده لو بيتش يبقى ده هاي بيتش يعني انت من واحد بتستنتج التاني ده لاب يبقى ده ضب ده أسهل طريقة لواحد من أشهر أسئلة في النظر والشافه وكرينيكال إيه الفرق من الفرق ساكد دار ساوه يا الله أولاد رولي المعلومة الأم إن السبب السبب الأساسي من الفرق من الفرق نحن بي شيء. طو pingLAF طرق نحن بي ت нашем soon من الفرق من الفرق الساكين! مفروض ان تقديد بعد تدار ساكين! اندوفسي ستولي تاني معروفة ادي تاني اس اندوفسي ستولي انتظار ممكن اجيبها لك اندوفسي ستولي اندوفسي ستولي في السكند انتركوستال سبيس ده صح تسعة وثين في المية لكن اوعى تلخبط الاورطة لانه قلتلك انه هما طلعين بالعكس بالشكل ده كان في مسالسة انت ابراهيم الطاير في عدل امام هما طلعين كده من فوق يبقى اللي طالع من اليمين شمال والي طالع من الشمال يمين يبقى الاورطة سكند رايت البرموعة سكند ليفت في الامس كيو ما تنساش دي دي مهمة جدا طيب وبعدين قلنا انه السكن بيبقى شورد بياخد فيز واحدة اللي هو ايزو فوليومتريك خلاص ايزو فوليومتريك ريلاكسيشي يبقى ايه نقل بقى الناحية التانية يبقى التاني لونج طب اللي لونج بحرف ال ال كميله هو اللي لو بيتش هو اللي بتسمع الدور لاب يبقى اللي لونج هو اللي لو بيتش لاب كلها بالل هي ارجع كمل بقى هنا طب ده لو بيتش يبقى ده بيتش ده لاب يبقى ده ضب طيب هتتسئل واحد من اشرة الاسئلة في العملي قلنا الاريس فين الاورتك بالمونري والكلام اهو الرسماني هيجبها لك فضية في العمل يقولك املا لاحظ الاورتة اهو فين الاورتة هل艺 مشابه عند القومة جديدة ميمةけれاذ الاريس في الاريس ما ا COMMونه يوعد الاريس الاريس بالمونري ده فياbel م Nico والعاطراع يعمل يبدو Ż Bears οι انطبيعة هو المفترض و El Tricuspid موجود في المفترض و الى مفترض الملحة الموجود عند أبقاء المرتفون في الجفنية الموجود في الجفنية الثلاثية او خلف يوصل بالجفن يبدو الثلاثية المرتفون والعين الخلف يسمون الثلاثية ننulo فعل شيئا مهاما الآن الانتكركة doing that لهذا السلطان الاخير منhehe الاكتشين لكل كربي لهم Wellness الآن الملاز الملاز الآن بينما الميترال عند الايبكس في ظهار. فين الايبكس في ظهار؟ فيفت انتركوستان سبيس ميت كلا بيكرا. طبعا انا منبه ان الاربع ارياس دول لا يمثلوا لا يمثلوا المكان الحقيقي للباس. انما يمثلوا اتجاه الساوند. يعني اتجاه الساوند. يعني عاوزك تتخير اتنين واقفين مدين ظهرهم لبعض. واحد يمين واحد شمال. لو عاوز تسمع واحد ما تجيش تتحطه ودنك جنب بقه لان هتسمع الاثنين لان هما ظهرهم في بعض. تروح اليمين تروح اليمين بعيد اللي هي ناحية الساوند بتاعه جايله لوحده. مش عارف واضحة ولا ارسمها عشان نشبهها. هتالي ارسمها احسن. اهي. يعني اتنين واقفين كده. ثانية في عجالة. تروح لبعض. فانت عاوز تسمع واحد. يبقى ما تسمع اهي. ما تجيبش ودنك عند الشخص نفسه. عند الشخص نفسه هتسمع الاثنين. تروح اليمين يبقى ده اسمعه احسن هنا. مش اسمعه هنا. هنا هسمع الاثنين. وده اسمعه احسن هنا. ما اسمعوش هنا. لان هنا هسمع الاثنين. فعشان كده دي اجابة سؤال. ان الميترال والترايكاسبيد والاورتك والبالبوناري اريا دول لا يمثلوا الاماكه الحقيقية للفولز. انما بيمثلوا الاماكه الحقيقية للفولز. انما بيمثلوا الاماكه والاستمعه احسن. انا اتمنى ان احسن. وتبقى حافظه بصابة. طيب. ده الفرس والسكند هارد ساونز. اهم معلومة. انا عارف انك تقدر تقيد الفيديو تاني فمش اضاعه وقتك. بس اهم معلومة ان السكند. السكند هارد ساونز. سي مليونر. بالاندو في سستول. ساكند انتركوستل ساونز. شورت لانو بياخد ازومتر كاكسيش. في سؤال هنا برضو بتسئل. طيب. قلنا. الساكند هارد ساوند ده بنهاية السستول. الفرس هارد ساوند بنهاية ال. ده ستول. الاندو في سستول. ده الاندو في سستول. ده الاندو في سستول. خلاص. يبقى. الساكند هارد ساوند بشكل تساوند ده في نهاية السستول. انما الفرس في نهاية السستول. ساعة يسألك سؤال يزال. طيب المسافة بين الفرس هارد ساوند. الساوند يعني الفرس تارت ساوند. و 2 آدم يتمثل المين ، مش 2 نهاية السيستوليك مانين ، يبقى المسافة بينها تمثل السيستوليك بيروت بينما المسافة بين السيقين و الأن هي محبطة في نهاية السيستوليك بيروت يبقى خب بالك المسافة بين S1 و السيستوليك بيروت لأنها سيكل داستوليك بيروت، طالما بفهمة بسيط، أنت بتقول السكن بتسمع في نهاية السستول، إذا كان قبله في مين؟ السستول، اللي هو البيروت ما بين الفرست والسكن، ساعة أسئلة رزلة، بس أنا أحب أن أغطي في محاضاتي بكل الأسئلة المكتملة، طيب، نكمل يا أولاد، نيجي الثيرد والفورث هارد ساوند، هما الاثنين سببهم رابد فلوك بلوت، من الاتريا إلى فلوك، يعني عندما يدفع البلود من الاتريا إلى فلوك، اندفاع جامد، بيدي ساوند، ويبقى عندما يشبهها، يقول لي ازاي يعني او، بص ادي ازاي ذا، اي اندفاع بتسمع ساوند، يبقى الرابيد فلوك، ليه واحد يقول لي انت بتعملها، عشان خاطر الطالب يفتكر عملتها ازاي، رابد فلو، فروم اتريا إلى فلوك، طيب، اول فلوك جامد، اي لنا قولنا مين؟ فيه 70%، في الاول الفندك يأخذ 70%، معظمهم فين؟ في الرابيد فلوك، ده يدي الثيرد هارت ساوند، الرابيد فلوك، طب بعد كده فيه 30%، في الاتريل ستول، ده يدي الفورث هارت ساوند، يبقى الفورث هارت ساوند، سبب الاتريل ستول، الثيرد سبب الانفلوك، في أثناء الرابيد فلوك، ما هم الرابيد فلوك بلاد من اتريا طوبانتك، ده في الرابيد فلوك، ده موعة الموعتد من المنطقة، ده في الرابيد فلوك، ده في الرابيد فلوك، ده في الاتريل ستول فلوك، ده يبقى للأواعل، عشان دي أنا عارف، تصل لبعض الزملاء الأصغر سنة، مشواهدين بالهم من قول، إن الثيرد هارد ساوند والفورث في معظم الناس ما بيتسموهش الثيرد افتحوا ده أنا كويس قوي القواعد نورمال ممكن تسمع ممكن تسمعوا يبقى الشخص نورمال إمتى لو كان عنده السيركوليشان هايبر ديناميك يعني الفلو جامد فيها وهذا يحدث في الأطفال لأنه عندهم هايبر ديناميك سيركوليشان فالفلو أكثر من الأدلس لأنه سيركوليشان شغاله بعنف أو في الأثليتك سبيشالي في الإكسرسايز أو في إثناء البريدنانسي فده كل دي حالات طبيعية نسمع فيها الثيرد هارد ساوند طب أب نورمال يتسمع فين في العالي اللي عنده كونجستب هارد فيير كونجستب هارد فيير إنما الفورث هارد ساوند نورمالي نوت أود ولن Liu يعني لو سمعتوا يبقى في مرض الثيرد بunintelligible عملك سمع في وحد طبيعي zitten هذه الأحوالها واحد عنده هايبر ديناميك alrededor السبعين الميت ممكن يزيدوا في شخص طبيعي تسمعه هو طبيعيا. ممكن يسمعه في المرض في الكونجسل إنما الفرث عمره لا يسمع شخص طبيعي. طب ولو تسمع يبقى لديه عنده تضخم التضخم وبالتالي قابليته للاتساع كل عين عنده تضخم في التضخم يبقى عنده ما بيتسعش التضخم بالسرعة الوجبة فالبلاب بيدخل التضخم ما بيوسعش ما بيوسعش انه في حالة تضخم فعب يسوق موزعج فالبلاب بيدخل التضخم فالبلاب بيدخل التضخم معناها العين عنده تضخم في التضخم يبقى الثالث ممكن تسمع نورملي في حالات الهيبركنيديك كما في الأطفال وفي الرياضيين في الإكسرسيز وفي البرغنسي لكن ممكن تسمع نورملي الفورث لا ما بتسمعش طبعين أبدا بالسماع لو تسمع يبقى فيه فالبلاب بيدخل التضخم هذا يا أولاد كان التضخم الثالث طبعا نقوم بإمكاننا التضخم الثالث نقوم بإمكاننا التضخم الثالث وهو نقوم بإمكاننا التضخم الثالث نقوم بإمكاننا رؤية مبسطة للكاردياك سايكل رؤية مبسطة للكاردياك سايكل هذا اسمه نقوم بإمكاننا نقوم بإمكاننا المحور الرأسي المليمتر مركري في الفينتكل وعلى المحور الأفقي وده مليان أسئلة هنا أنا أقولها بأسهل طريقة ممكنة لا أحب أن أشرح فقرات اللوب شكله موروليس شكل رباعي وافقتني عن هذا يبقى له كم ضلع؟ أربع أضلاع وكم رأس؟ أربع رؤوس كل المطلوب كل ضلع يمثل وكل رأس يمثل نبدأ بالأضلاع الأول نقوم بإمكاننا 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 فيها الفنتيكل. صح؟ لو كان فيزيس يملك فيها الفنتيكل فقط. سبعة تمانية واحد يأخذ سبعين في المية. في الماكسي من فيلينج وريدووس فيلينج وثلاثين في المية في الهيترال ستول فكان حجمه في نهاية السستول سبتين في نهاية الداستول مية وثلاثين دي الأرقام دي مهمة جدا يبقى الانت سستوليك فوليوم الانت سستول مية وثلاثين الانت سستوليك فوليوم كان سبتين الانت سستوليك فوليوم مية وثلاثين طيب والبريشور كان ايه؟ قلنا الدم يندفع وفي نفس الوقت يوسع. فالبريشور كان اوزيو. انت في كل لين تقول لي بيمثل عني فيزيس والبريشور والفوليوم. فنقولها ثاني. فنقول لي بيمثل عني. فنقول لي بيمثل عني. نزوج الإضاءة أكثر ففي كل لائن أهو بص تشرحني الآتي حبة ونظام جداوي هتشرحني في كل مرة نزوج الإضاءة ونظام جداوي هتشرحني في نهاية السطول من أهم الأرقام في الطب إلى مئة وثلاثين ونظام جداوي هتشرحني في الطب إلى مئة وثلاثين ونظام جداوي هتشرحني في الطب إلى مئة وثلاثين يبقى الفوليوم ثابت ثابت عند مئة وثلاثين يبقى هذا يتمثل أي أفز بتمثل إيزو إليمتري أو إيزو إليمتري كونتراكشن فيز الفوليوم ثابت عند مئة وثلاثين لكن البرشور يقوم بيقوم بوثلاثين فيفتح الأورتيكبار يبقى بيقوم بيقوم بوثلاثين لا ترغب نهاية السطول من لايين ثري فور يمثل الإيزو إيجيكشن فيزيس السطول أقل ثابت على الحبنين البرشور يمثل إيزو إيزو إليمتري كونتراكشن فيزيس السطول أقل ثابت عند ستين إنما ينزل الوضع إلى الأعلى يبقى تلك رؤية بسيطة للفريس و الفوليوم في الليفت فيسموه لفريس وفريس 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 طيب هتقول لي عندك كل رأس بيحصل أنهي فالفوليوم يفتح ويفتح طبعا عشان يحصل فريس لازم الميترا الفوليوم يبقى فاتح طبعا عشان نملة من الفنتك الملقيت طب وبنهاية الفيلنج الميترا الفيلنج يقفل حتى ترسمها لديه دائرة فاكحة وديه دائرة قفل يبقى تحت الأول يفتح الميترا فيحصل فيلنج وبعد يقفل الميترا طبعا الأورطة يفتح فيه في نهاية إيزو متر كونتراكشن فيحصل إيجيكشن بعد ما يحصل إيجيكشن يقفل الأورطة طبعا نحن قلنا يقفل ليس في نهاية كورتو دائرة هنا هذه رؤية مبسطة نحن متغاضين عن كورتو دائرة يفتح في بداية السيستول ويقفل بعد الإيجيكشن يبقى الراسين اللي تحت يقفل الميترا الفوق حتى موقعهم في الهارت مصطفة دميلة الميترا تحت والأورطة فوق ويقفل الميترا يقفل الميترا ويقفل الميترا ويقفل الميترا لأن الكيرف اسمه كيرف فاللين 1-2 يقفل الميترا والدليل أنه يقفل أن الحجم يزيب من 60 إلى 130 ومتى يمتلئ ثانية 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 الآن حتى ثانية الثانية يقفل الميترا الثانية 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 ثانية يمثل ايه اول نقطة في الثلاثة؟ ماكسموم ايجيكشن ويوز ايجيكشن طب قولي البرشور بيعلى في الماكسموم ايجيكشن مئة عشرين ونرجع قلب كم انها كله مع السايكل طب الفوليوم نقص من مئة وثلاثين إلى ستين يعني القواقف هنا يبقى الفنتكيل مزامة بيعتقب معظم الناس بيدخوا كل الدم اللي فيه من المئة وثلاثين بعد ما ضخ بقى في ستين يبقى فاحسب معي حضركي وقى ضخ كام سبعين مئة وثلاثين نقص ستين تبقى سبعين ضخ سبعين من المئة وثلاثين ده من اهم المعلومات في الطب يسموها الجزء اللي عمله ضخ دخ سبعين من المئة وثلاثين يعني حوالي ستين في المئة لو كان ضخ خمسة ستين من المئة وثلاثين كانت تبقى خمسين هو بيدخ سبعين يعني اكتر من خمسين في المئة حوالي ستين في المئة أقول لك شيء افتح عدنك، سنجيلها بعدين ده اهم الكلينيكال انديكس لكفاءة القلب يعني واحد يقول لها مش عارف قلبي ضعيف حصل جلطة وحتة في القلب ماتت القلم كويس، أو لا؟ أهم حاجة بعد الجلطة، الهارت بيدخ كم في المئة؟ عمر مالفينتك يضخ كل الجواه يضخ من 130 بعد ما يضخ يصبح 60 يصبح 70 70 و 130 يعني أكثر من 50 في المنى حوالي 60 في المنى يسمعه الإجيكشن فراكشن The best index The best index of cardiac performance مهم جدا لا يأتي لأي شخص لأي شخص جلطة لا يهمني شخص جلطة لا يوجد قيمة هل عضلة القلب لسه بتشتعل نفس الكفاءة؟ من يقول لي كفاءتها؟ بيوصلها 130 يضخ منهم كام؟ القلب الطبيعي يضخ 70 من 130 أرقام 100 مرة الاندي داستوليك 130 الانسيستوليك 60 الاندي داستوليك 130 الانسيستوليك 60 130 يصبح 60 70 من 130 يصبح 60 في المنى اللي هي نمرت النجح في الطب عشان ينجح القلب بس هنا أنت تنجح بمقبولة ما تضخ 60% القلب اللي يضخ 60% ندينه امتياز هو دا المطلوب 60% عندك مقبول 60% عنده امتياز داستوليك أقلم كده بقى عضلة القلب تأثرت بقى عضلة القلب تأثرت اللاين 4-1 دا بيمثل ايزو متريك ريلاكسيش الفوليوم ثابت عن 60 الانسيستوليك يبقى كم اللاين يا أولاد؟ أربعة كل اللاين هنحب النظام تتكلم عنه في كم نقطة؟ ثلاث نقطة يمثل ايه؟ والعنوان بريشار فوليوم تقولي البريشار والفوليوم دا بيمثل ايه؟ أولا تالت في عجال الانداء اهم كارف 1-2 بيمثل الانسيستوليك 7-8 الفوليوم يضخ من 60 ل 130 نقطة تانية مليليتر الانسيستوليك تقولي ايه؟ كم تلونة مليليتر يمثل المليليتر من 130 يمثل الآن يمثل الانسيستوليك يمثل من 130 من المليلتر يمثل إلى 230 من المليلتر ويبقى تصل من 130 إلى 60 يمثل ايزومتريك ريلاكسيشن فيس خلاص الفوليوم ثابت عند ستين البريشور بيقل الى او المصد زيرو ده اللي هو الاربع لايس طب الاربع رؤوس تعمل في كل واحد يفتح امترا وقف الامر عشان تملأ لازم الميترا ليفتح وبعد نعم فى مقف القاطع الميترا وثنين ثوب العين organic geshk سوف نستطيع التطبيق حلق ذلك لأنها مراجعة لطيفة للكارديكسيكل ولكن من وجهة نظر كلينيكية دلوقتي ماذا أهميت الـ ventricular pressure volume loop؟ نراها بقى سطر سطر مع الله ده موديفايد لينث تنشن ريليشنشيب فاكر الكيرب عشكدا أنا ما قدرتش أقول الأبليكيشن غير ما أقول الميكارديكسيكل لما أخذنا اللينث تنشن ريليشنشيب كان في عندنا فيها passive tension ولكن أنا لا أصادي ستأخذ وقت لنا أجيبها ولكن سأوريها لك هنا هذا اللين يمثل مثل passive tension وهذا اللين يمثل مثل active tension كان حتى بيعلى وينزل هنا فاكر كاللينث تنشن ريليشنشيب هذا passive tension وده active tension فهذا الكيرب هو موديفايد لينث تنشن ريليشنشيب اللينث تنشن ريليشنشيب كنا بنعمله في ايزوليتد ماصل في البابيلر ماصل انما ده بنعمله على الفنتر ككل طب من يمثل اللينث الفوليم الفنترية وفوليم بيمثل لينز ومن يمثل الاتشن؟ الفنترية هو pressure مش احنا هو اسمه Pressure Volume Curve الpressure بيمثل التنشن والvolume بيمثل لينز طيب الكيرب الأول يسموه اند داستوليك بريشور فوليوم ريليشن دا اختصارها اند داستوليك بريشور فوليوم ريليشن دا كور رسفونس تو دا باتفف لاندتنشن ريليشن اللي هو الخط دا لان الفينتكل وهو بيمتلئ ما بيمقبتش الفينتكل بيريلاكس فطبعا قلنا الفينتكل دا الاستيك ياولاد لما بيمتلئ زي الاستيك زي في اللينث تنشن كنما بنشد العضرة الاستيك اللي بواها بتشد فالتنشن بيزيد العضرة ما انقبضتش يبقى دا باسف تنشن نفس الفكر الفينتكل لما بيمتلئ بيتشد فالتنشن بتاعه بيزيد بس هو انقبضتش فالتنشن فالتنشن اللي هو الاند داستوليك الاند داستوليك بريشور ووليوم ريليشن دا بيمتل الباسف تنشن التقاطع الإنترسيكو في المخمص المصباح زيادة الاندياستوليكوه يقوم بالتحط على المخصص المجدد كل ما يكملي بطائق الإنترسيكوه يزيد ده متعقق يبقى زيادة الفوليو تؤدي إلى زيادة الفوليو أيضا ما كان دينا هناك زيادة اللينث فتزاود التنشن هنا من يمثل والتحط الفوليوم؟ زيادة الفوليوم يزيد إلى زيادة الفوليوم عندما يزيد العنية أكثر إذا يتملها أكثر كما يزيد مياه كلما تتملها بالونة وتملاحها مياه ويزيد من البلونة والضغط إجابة كما تتملها أكثر من اللمث والفوليمة يزيد كلما يتملها دمه أكثر يتملها أكثر فإن طبع يتملها أكثر 130 إذا تمت أرقام في الريس ولكن أن الفينتكيل تلقي دمه اكثر من 30% ، فهناك الأكثر ستصدق على النسي إجازة القديمة لكن الفينتكيل لا يقبط الانبودة مباشرة بأسف ، و بالLUNE تم تقلب المال فبالقات acidic أكثر والضغط يزيد أكثر ، ففيليوم يزيد أكثر وهو يمثل اللنسي وبالتالي المزيد الدني tête يزيد أكثر وهو يمثل التنشان بينما الاند систوليك يجب ان تصبح الألوان فارق يجب ان تصبح بحرف الاس بدل اند الاند يجب ان اند شغرف الاند سستوليك لكنه مازال يكون مدهمة لمن ؟ السبب في البلق و حسب للمجppe تاسطن خلال الأمام يوضي القدرة هذا يمثل باسف فأثناء هذا يمثل باسف يبدأ يمثل باسف تنشي عندما ينقبض يبقى اكتف هذا يمثل باسف تنشي ولكنه يمكن أن تنزل قليلاً قليلاً طالب مرة يسألني سؤال جميل ماذا في الفنتكل؟ يعني لا يصل إلى حتة الوحشة في الاسف يعني قوة الإنقباط تزيد 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 وبعد أن تبدأ تضعف هذا رائعك ماذا في الإنقباط ترى وحبت عظمة خلق والخلق تمثل في جسم الإنساني تقوم بتحديد الحلوة في أي قانون ماذا في شيني? ستارينء لوبي يقول كل يمثل إذهب سوالا يزيد الفورس وذين المتعات اللي يمنع أن يصل إلى المتعات اللي يمكن أن نصل إلى المتعب إنه المتعب محتوط في الكيس اللي التموري ها هو البريكارديوم بحيث عمره عمره ما يوسع لدرجة تشاهد انه من قطر لا زاد اللينث الانقباض يغير فعشكال انت بتلاقي الكيرب طالع مفيش الحتة الوحشة ربنا نجينا الحلو تملي شفتنا في الكمبلايانس يبقى ستالين بيقول كل ما يزيد النيشا لينث يزيد الفورس زيد النيشا لينث يزيد الفورس زيد النيشا لينث يزيد الفورس مين اللي منع الفنتك انو يتخطى الميت يعني ما احب قولي طب الكيرب ليمش مكمل زي اللي خدنا في اللينث تنشن وجود الفيبرس بريكارد يمو شوف العظمة الالهية طيب عشان كده هو فهمت ليه انا طابع كده لكن منزلت اشتاني في حالة الفنتكل عشان فيه الفيبرس بريكارد اي هوب تبقوا بتابعيني كويس طيب يبقى دا كورسبونز الاكتف لانث تنشن ريشان شيب الانسيستوليك بريشور بيمثل ايه بقى الانسيستوليك بريشور البرشور بنهاية ستولوه الماكسوم بريشور بس دي بنعملها تجربة زي بنعرف الماكسوم بريشور وين كونتراكس ايزومتريكالي اجنس اورتك يعني زي بنعين الاعلى ستوليك بريشور بنقف الاورتك يبقى لما نقف الاورتك بكلام والفنتك اللي ينقابض لكن الفنتك اللي ينقابض وانحنا مفروض يضخ الدم في الاورتك احنا قفلنا الاورتك بكلام يبقى ما بيدخش والدم لا ينضغط يبقى نوع الانقباض ايه حجم الفنتك اللي مبيختلفش يبقى نوع الانقباض ايزومتريك يبقى زي بنقيس اعلى بريشور في الستول سهلة جدا نقف الاورتك بكلام ففي الحالة دي بريشور ننقابض ايزومتريك اليه ونساق عن أعلى بريشور انحنا مليه ازاي بنطلع تpton骸ة في انحنا المليه ت Tangluigi تقوم معما يبقى أغلب التسبر zn رغب كامل كل ما ليندكب بريشور بريشور حسب سيزيد فورس كنتركشن وهذه المطلوبة فهيزيد الانسطولي فهنا أقول لا نقص لدينا المطلوبة ماذا هو المهمة الكيرب ؟ لدينا الأهميات الانتية الويت بتاع الكيرب يعني عرض الكيرب الذي يمثل الستروك وليوم الفارق بين مئة وتائفين الرسمة الأساسية عرض الكيرب يمثل ستروك بوليوم سأضع المحاضرة القادمة فالفارق كان في مئة وتلاتين ضخ 60 يبقى ضخ قد إيه؟ ضخ 70 يسمى ستروك بوليوم ستروك يعني في اللغة يا هلد؟ يعني ضربة فالفارق بين مئة وتلاتين ستروك ضربة شمس فالفارق كان في مئة وتلاتين وبقى في ستين فسموها ستروك بوليوم فالفارق بين مئة وتلاتين وستين ستين يمثلها مين يبقى؟ عرض الكيرب يمثل فارق بين حجم الفارق في السستون وحجمه في الدستون الفارق بينهم اللغة يسموها ستروك بوليوم اللغة تعريفه المحاضرة الجاي شوف من بقى يفتكر بحب الدقاء أو ثلاث كلمات فالفارق بين مئة تلاتين فالفارق بين مئة تلاتين انجر بحب الدورة الجاي شوف من مئة تلاتين فالفارق بين مئة تلاتين كل فارق بين مئة تلاتين ستروك بوليوم في الدو مئة تلاتي يتبقى يمثل المئة تلاتين نقطة الثانية بطريقة اللوبة سوف نتمثل مجهود القلب مجهود القلب يعني أكثر من 0,50% مجهود القلب لتطوير مجهود معين في مواجهة يكفي من تشفة القلب من جنوبة القبوية من ستملليك في دخولة القومة يتفيدنا في؟ سبق من الأجهود القلب يزيد أن يكون مجهود القلب قليلاً مثل الناس اللي عندهم هايبرتنشي. يبقى فايفهمنا طب. امتى الهارتي يفعل؟ هو معظم مجهوده تبامت. فوليوم معين في مواجهة بريشرا معين فيسموها بريشرا فوليوم وورغ. لو الفوليوم زاد او بريشرا زاد. تمام؟ وعشكا دي لي علاج ودي لي علاج. لو الفوليوم زاد ندي العيان ديوريتيكس مدرات للبول ننزل المية عشان بريشرا زاد. لو بريشرا زاد ندي له حاجة تانية خالص. يعني اتنين عندهم فيل ندينه فازو ديليتور عشان خاطر الضغط يقل. ده فهم الطب ياولاد. نبقى فاهمين طب. طيب انت الاريا بتاعت هذا الكيرف انت بتاعت اي مربع عموما كده بنحسيبها ازاي؟ بتضرب الطول في العرض. طب ما هو هنا فيه فوليوم تحت وهنا فيه بريشرا. يبقى اذا الاريا بتاعت الكيرف تمثل الكارد الفنتريكولر وورك او الفنتريكولر وورك في ضربة واحدة. فيسموها ستروك وورك. في بعض الجامعات يسموها ستروك بتاع الضربة الواحدة وورك. لو الاريا دي لقيتها في العين زايدة ما هي ما تزيدش فكر معايا غير في حاجة اثنين. امتى الاريا دي تزيد ياولاد. نفكر فيه. الاريا دي هتزيد في حالة اثنين. يبقى اما الفوليوم اللي بيضربه زاد. او البرشرا اللي بيقابله عين. فالاريا تزيد. يتزود العرض يتزود الطول. فعشكي قال لك الاريا دي تاني تطبيق بتمثل الفنتريكولار وورك. الفنتريكولار وورك. او في ايه في ضربة واحدة يسموها ستروك وورك. اهي تحت مكتوبة عنده. يبقى موصد وفنتريكولار وورك إز بريشار فوليوم وورك. العرض بيمثل فوليوم. اللي هو الستروك فوليوم. والهايت بيمثل بريشار. اجانستويتشي دا بنتك الكنتراكس. يبقى العرض الويت بيمثل فوليوم بمكتب بيد واحدة. بريشار كلمات القول cabe إلى التھرمى لو ينتظر الترمية في الدونة محضرة بالamingllo مثل فوليوم بالأربще في هذه الم PhD كử بريشار كلمات الني اقوم سؤال في ايه بريشار كلمات القادمة ذكر البيئة. بريشار كلم تحت距 indemおっ ليشاركة ergonom AIDS Kelly فالأوليومVIDU lavorائي اللي هو ماذا سيفتكرها المحوضة الجاية؟ باي وان فانتكلي ليس باي هارت كده خد سفر الستروك فوليوم باي وان فانتكلي باي تلك كلمة فوليوم بتاع وان فانتكلي باي ده ستروك فوليوم طب الطول بيمثل عشان كده الاريا بتاعت هذا الكيرف يتمثل الورق يبقى دول خدنا الويتث والاريا ما روح تطبيقين دول ونقفل بكده الستروك 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 الوكل في الاحمر ده يمثل المسيضات خلاص؟ لو المسيضات المسيضة المسيضات مثل دول فيسواء وإنما يملك الحصول يزيد أكثر كل إمتلاء يجب أن الحصول يزيد مكتاة لكن لو قابلت في مرات التساع باضيت وكان يدخل خطفة ناشف يصبح كل ما يتملك وليس يزيد أكثر فالحصول يزيد أكثر يزيد هذا التطبيق الثالث نقراها مع بعض يبقى السلوب في اندسطوليك بريشور فوليوم ريليشن انديكيات بنتريكولار كمبلايانس دي انا عارف بعض الجامعات عندنا مش موجودة انها برا بندرسها انها مهمة جدا ففي الفنتريكولار هيبيرتو يتضخم الفنتكل بيبقى ليس كمبلايانس ما بيوسعش فاذا كل ما يملأ بدل ما نزيله هيعلى يبقى مور سلوب مور سلوب يتضخم الفنتريكولار ويبدأ يحدث امتا بقى في الكرونيك من تريكولار دي ايشا عندهم اتساع موزمن في الفنتكل زي مثلا في الهايبيرتو في ستيفنس تبقى عارف كلامته انا اسف هنا الهايبيرتو في الفنتكل هايبيرتو في المرض الثاني بقى لو العين عنده التساع في المزمن يبقى بالعكس واسع يبقى مور كمبلانس يبقى هايم لو البرشرة ما يزيدش يبقى ليس سلوب وده يحدث إمتى يولاد في الديلات كارديو ميوباثي ميوباثي في الهارت أدى إلى أن الهارت التسع أو فالفور ديزيز طب التطبيق الرابع البعض علامة ما عليش أن كنت مركز في كلمة للناصة فعاوزين نكملها علامة انوتروبك اسيتو بضهار الانوتروبك اسيتو بظهار كده وقالتقى سعيد من فيقوم بداية فقد نغيم السدازه مهم هذا الانوتروبيك ستيتو بالهارت السلوب بتاع الانت سيستوليك بريشا ووليوم كيف هذا يمثل الانوتروبيك ستيتو بالهارت يعني كلما الانقباط بتاعيب اكتر بريشا يجد اكتر هذا يجد اكتر بريشا يجد اقي اكتر إنوتروبيك ستيتو بالهارت ويبقى ليه العوائل العوائل بالن óれてماjak قرار ايها محمد المحاضرة الماضية قالنا الانوترابيك ستيتو بالهارت اللي هو فاكتور افكتنج كنتراكتيليتي لا تفكر في خيار الانت ستيتو بالاستثرة اللي فكرها من محاضرة الماضية حاجة بتغير الـ contractility اللي هي preload ولا afterload. طب إيه الـ best index لها؟ الطالب العادي يقول الـ velocity maximum في المحاضرة الماضية. الأواعي يقوله فيه 2 indices. الـ velocity maximum في المحاضرة اللي فاتت في أني كيرف كان اسمه velocity afterload curve. مثل السلوب الـ end systolic pressure volume relation في أي كيرف كان اسمه velocity withoutload. هذا الأول. يبقى ثاني سأقولها في عجالة ننظمها بعد ما شرحنا بالتفصيل. نقولها ثاني في عجالة ونقفل من كده ياولاد. ده واحد من أهم الأسئلة تكتب العين نظري مهم السؤال Left ventricular pressure volume loop الإجابة نموذجية هي اسمعها بقى فأي كيرب يا أولاد علمتكم لازم تقولي هنمثل إيه على الرأسي ونمثل إيه على الأفق فهتقول طب هوا اسمه pressure volume هنحط pressure in millimetre mercury في الفينتكل على الرأسي على الvertical وهنحط volume in milliliters على الهوريزونط دي أول كلمة إيه؟ طيب ما عشرت مستعشق النظام أنت فكرك اللوب شكله رباعي يبقى كم ظلع؟ أربعة كم رأس؟ أربعة تتكلم على كل واحد تدي الأول بالأضلاع الline فكل الline هتتكلم على كم نقطة أنا عملها الجداول الرائع ثلاث نقاط thats represent what the pressure and volume وبعدين الpressure and volume إذا أفعل كل الline يمثل ايه؟ وإنه؟ وإن السمي تكلم على كم نقطة الline one two النقطة الأولى يمثل ventricular feeling phases اللي هما سبعة وثمينية وواحد rapid feeling reduced feeling الطائب Pressure لان يزيد زيادة طفيف اواما وانت بتملاقي بيتسع فالشكال البرشرة مازادة رائعية طبعاً ما تبلاقي بيتسع بذلك دائما يزيد زيادة طفيفة لانت يتسع من الاستثناء من الاستثناء فالبرشرة لا زيتك بالترائع يزيد بس يعاني البرشرة من البرشرة فالترقى يزيد من ستين ليمية و تلاتين ستين دي لي ها اس دي الفوليوم في نهاية السستول تبقى عفظو صام الان سستوليك فوليوم الى مية و تلاتين دي الحجم في نهاية الداستول اللاين تو سري بيمثل الايزومتري او الايزومتريك كنتركشن فيس الزمد يزيد لـ 80 الزمد يقل exploding 3‏4 ، قم ينفذ نفس ثلاث نوعه ، يمثل إيجيكشن. يجاد يزيد إلى 120 نوعه. كم في 130 نوعه الـ 160 ، من الـ الحكوم التي ينفذ يدفع الالة. يمثل إيجيكشن ريكسيات مرة أخرى. الوضع ثابت عن 60 تمام؟ يقل البرشرة إلى بقى 0 و يجب البرشرة إلى بقى 0 لكي يتلقى الدم من الاترة البرشرة في إليه سلام بقى لو كتبت ال 4 لائنز كل واحدة بالتلات نقطة ويقل البرشرة إلى بقى 0 الأربع رؤوس عن البرشرة إلى الميترة 1 يفتح الميترة عشان يحصل فيلنج خلص الفيلنج يقفل الميترة دولة تحت ثلاثة أربعة بطول الأورتك عن ثلاثة يفتح الأورتك عشان يحصل إيجيكشن عند أربعة خلص الإيجيكشن يقفل أورتك يا سلام بقى لو الأربعة لائنز والأربعة رؤوس وتحط لهم بقى الأربعة أبليكيشن بعد ما تشرح الحكتة لفوق أهي نقول الأول الأربعة أبليكيشن عشان يبقى أربعة 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 العرض من تنتين التاكت이드 نخلف نستائه وطع في إحضjes كمية تأريكية يبدو في المjasن سائل من دائم اذا قد يدخل مدامة وكل يساوي معادلة تاريخية في الطب ويقوم بردخل 30 ويقوم بردخل 60 يدخل 70 ويقوم بردخل حتى، الوصف يتمثل عملنا أو عملنا عملنا لأنه يدخل القلب يجري كما كيف ينتهي للتعاطف؟ إجتماع مبارد طبعا ضربة في مواقع مقلقة هذا يسمى ومقلقة مقلقة نقلقة مقلقة ولو بائد يمثل بائد الارتفاع يمثل بائد بائد مقلقة 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 أو بائد والألترق ويزن أجل الاسم ودقيقة مقلقة مقلقة لو ستجد الأنطب للحطة يعمل مجموعة كثيرا ويبدأ هناك مقلقة مقدارة اذا بكم هذا بالنسبة لسلوب اتصال الجوائر والنسبة للطبع يمثل ترصي التجربة ويعمل ترصيب على ترصيبا وفي هذه التجربة بالنسبة للطبع كيف ستزيدون أمراب كما قال ، عندما قلنا ستزيدون إلى الأمراب ، لا نحن أن يكون في المرض مثل الإنفزيما يتم تزيدون أمرض هنا هو الحرارة الذي اسمه الحرارة ستسيط إلى دم لا يقوم لا يوجد عيوب فهي لا يجب أن يكون المرض عشيب في الحرارة 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 لكن لو أن المرض لا يتساغ وطيئة ، بطيئة ، مثل في الهيبرتوه، ومن الحادثي يزيد فإن يزيد وهو سلوبي يزيد يبقى الهيبرتوه الخاص ب إلى السلوبي ويزيد وديني حالة ب lugar برثي من في الهيبرتوه وفي الهيبرتوه المشاكل ، يصبه مشاكل يعمل الشرق يزيد فالسلوب يزيد وحالة فيها مارب مارب بس الكمبليانس حلو لانضيلاتي زي الانفزيما مرض اتساع الرئة كان بيزود مرض اتساع مرض اتساع بيدي مرض هو مرض بس اللي هو زي الانضيلاتي او فالف ديزيز اما السلوب بتاع الانسيستوليك حلو الانسيستوليك الانتوقون نظه اللي رئيس لانتظري الانتوقون اللي م اللي م تبقى حفظها صم الحاجات دي على أطراف الأصابع للأوائل النوتروبيك حاجة related to contractility لا هي متعلقة بالpreload ولا هي متعلقة بالafterload ماذا الانديسيز بتوعها اتنين في الطب الفيلوستي ماكسيمم في أي كيرف في الفيلوستي afterload كيرف الفيلوستي ماكسيمم الفيلوستي ماكسيمم في الفيلوستي afterload كيرف والسلوب دي الأصعب بالأوائل القوي this group of scheint systolic pressure volume relation ده في left ventricular pressure volume loop اما زي بتعمل بنقوله طبعا برا زي الكيرف لا بتعمل بس يعني مفيش دع ازاود عليكوا أوي كيف بنعمل كيف بنعمل الكيرف ده وبعدين طعم بعد اما قلت الاربعة لائنس والاربع رقوس والاربع تطبيقات اهي اربعة 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 عشان تاخد دهالة تشجاح الكامل الفوق ده من الاول قبل ما تبتدي الكلام قبل ما تبتدي الأربعات الثلاثة تشرح ما هي فكرة فكرة أنه موديفايد نعديلها موديفايد لينث تنشن تاني كنا بندرسه في بابيلاري مصر الأجوريتي من يمثل اللينث الفوليوم ممثل ومن يمثل تنشن اندس طوليك وكل ما زاد كل ما زاد تنشن يزيد تنشن واندس طوليك يجب أن تطوريك الفارق يجب أن تفعل لك بالألوان ما أن تفعل سيجب من ذلك. هذا هو الخروج للنفس الترميس هذا هو التحسب المنفسي كيف تحسب المنفسي؟ ماذا هو المنفسي؟ الهوام بريشة الوضعون في المنفسي عندما يأتي الق disconnect فالفينتيركل من غير محجمه تغيير لان الدم ينضغط الانسيط الانسيط متعليف صعب zumindestيطم التعليف صعب يصبح قدرد قدرد فنتيكي وانسيط يكبط بخير عندما يكون تتعليف في استوالك برضو زيادة اللينث الانسيط ، لما يتمني اكتر حسب ستورينغ لو يتمني اكتر يتمني اكتر يمتح في تركيز الرجال ويوجد تتعليف فتح في التعليف بس هنا مفيش ليمت ليه فهنا بشيط المبين بيانكم كي يوجد في بيرس بري كارهدام بمنع أنها تتخطى لمن؟ يبقى لو جاي سؤال ventricular pressure volume loop أقول هذه المقدمة الرائعة هنزل لكم الدياجرام بإذن الله تصوروها وبعدين الثلاث أربعات 4 lines 4 رؤوس وبعدين 4 applications الوطف والأريا 2 والسلوب بتاع الاند والسلوب بتاع الاند systolic ده الإجابة المزاجية لسؤال ventricular pressure volume loop modified length tension relationship الاند يمثل الاند يمثل الاند يمثل الاند داستوليك يمثل الاند الاند systolic الاند يمثل الاند يمثل الاند في الحالتين لو مليت الاند الاند يزيد والاند يزيد لأنه ينقابض أقوى لكن هذه المزاجات لا يوجد هذا المزاجات ثم 4 lines 4 رؤوس في كل لائن تشرح 3 نقاط أحب النظام جدا يا أولاد لم أعشبت مثل عشق النظام ومثل المزاجات 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 ثم تشرح 4 رؤوس المزاجات 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 ثم 4 تطبيقات المزاجات 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 ما سعدت بلقائكم وأتمنى أكون أفدتكم ولم يبق إلى الدعاء بالتوفيق وفاقكم الله وألقاكم بإذن الله قريبا شكرا